برأيك سيادة العميد ما هو المتوقع في الأيام المقبلة؟ هل ستكتفي أمريكا بهذه الضربات أم ستستمر بعملياتها العسكرية كما صرحت بعد الضربة الأولى؟ يعني الحقيقة كان هناك تصريح للإدارة الأمريكية على أنها ستستهدف من خططة إلى حادثة القاعدة الأمريكية في منطقة التنفس السورية لذلك الأسماء التي استهدفت سواء كان من غر كتاب حزب الله في القائمة معكاشات هم لأنه كانوا هم الذين قاموا باستهداف القاعدة وبالتالي بعض الشخصيات أيضا التي قامت باستهداف القاعدة بدأت عمليات الاختيالات وأنا أتوقع يعني القادم المستقبل ستكون هناك عمليات اختيالات يعني سيكون هناك عناصر بشرية تعمل على الأرض العراقية وستؤدي أدوار قذرة بالنيابة عن جهات مخابراتية من خارج حدود الأواق يعني سيكون هناك تصفية جسدية من خلال استخدام الكواتم أو ربما من خلال استخدام العبوات الناسفة أو ربما سيعاد سيناريو العجلات المفخخة على المقرات وعلى الكيانة كل شكر لك القادم سيئة إذا لن نتخذ الإجراءات والتحوطات الأمان اللازمة لتفادي هذه الحالات اشتركوا في القناة